مبروك للنادي الاهلي فوز كبير يستحق من هناك من تونس زي ما قلنا المباراة الكبيرة بداية المباراة والبداية بتاعة المدرب مع اللعيبة والانطلاقة المباراة برضو المطشين المطش اللي هناك الاهلي خلص وصعد للنهائي هو بس النهاردة كان إثبات وجود وإثبات حالة إن الاهلي يستحق الصعود والترج برضو خرج من أرضه في تونس لما اتغلب هناك واحد سفر ومعارفش يسجل ومعارفش يحافظ على مرمى هنقول كل الحاجات اللي حصلت في المباراة لكن شرفني بلايك حالا هزعل منك اعمل لايك حالا علشان تدعم القناة وشرفني طبعا باشتراكك شرط أولان الترج كان أفضل من الأهلي تخيل شرط الأول ما شفناش خالص بين شريفية إلا ضربة الجزاء ضربة جزاء بس اللي احنا شفناها في الخمسة واربعين دي ليه صلح عيوبه شوية معين الشعباني ملعبش بكل بالي لوحد في نص الملعب خلى بنغيز هو مع كل بالي فاستحوز على نص الملعب وفيه لعبة الشرط الأولاني في الأهلي أفشا وشريف وديانق ماكنش لهم تواجد قوي وليهم غلطات فكان فيه استحواز شوية للترجي ولكن بدون خبرات الترجي في الشرط الأولاني لما كان عنده استحواز النادي الأهلي مغلتش حمد فتحي مغلتش بنون مغلتش الشناوي مغلتش أكرم توفيق مغلتش ما فيش غلطات النادي الترجي غلطات ضربة الجزاء معلش الشتي لما دخل عملة ضربة الجزاء ضربة الجزاء واضحة واضحة جايبوا بقيد الشمال واضحة ضربة جزاء لكن انت طرد لسه هنتكلم بقى على الموضوع ده الأهلي مزة الأهلي الشرط الأولاني زي ما قلتلكم ان فيه لعيبة كانت برها اللعب زي أفشا شريف ما شفنا همش كتير ديانج كان مش كويس شفنا طاهر بقى يعني هنا الفرق لما يبقى فيه في الحداشر لاعب ثلاثة اربعة مش موفقين تلاقي فيه خمسة ستة نجوم يعوضوا عدم وجود يعني الشرط الأولاني شريف ما شفناهش كتير أفشا ما شفناهش كتير مع علول ما شفناهش كتير وديانج لا لكن حمد فتحي كان رائع بنون كان صوبر أكرم توفيق صوبر السولية روعة أيمن أشرف وقف على حيله طاهر كان مندفع وقوي هو السبب في أنه يخلص المباراة طاهر بدربة الجزاء ففيه لعيبة عواضة لعيبة الترجي الشوت الثاني خلاص فقط اللي يكون فعونه ناقص لعب وناقص مدرب معيني الشعباني عنده ورق كتير وعنده نجوم كتير وأنا تفرجتي كتير على مشاتل الترجي طريقة واحدة طريقة عقيمة جدا يعني بصراحة ما عندهش حلول خالص وكانت وقت حشوط المطش الأولان اللي في تونس تسعين دي على أرضك ومعرفتش تكسب إهالي عجبني جدا مسماني جدا مسماني إن لعب نفس الطريقة اللي لعبها أناك ما ألفش لعب بحمد فتحي على أيمنه بنون وعلى شمينه أيمن أشرف التلاتة دول هم دول سر الفوز ليه علي معلول بقاله خمس شهور غايب لما لعب أيمن أشرف إنه يدافع لعلي معلول أيمن أشرف بيدافع لعلي معلول ومخلي علي معلول على الخط الحتة الهجومية بس علشان تقدر تاخد من علي معلول التسعين دي والمطش كله إنه علي معلول بشر غايب خمس شهور في الإصابة مرجعش مرجعش من الإصابة اللي بعد خمس شهور فالفكرة دي حلوة الحاجة التانية إنه بتقفل العمق على الملعب بحمد فتحي وتقلقه وبنون وتقلقه وطبعا قدامهم السولية وديانج مميزين جدا المسلمين عجبني جدا إنه ما أقلفش في الطريقة اللي بتكسب به زي ما لعب هناك لعب في مصر الترجي نيجي بقى لكورة طاهر ضربة الجزاء طاهر فعلا ضربة جزاء يعني أنا كنت بس بشوفها برة ولا جوه لأ جوه ضربة جزاء بس بصراحة اللعب ما اتريتش كورة مشتركة الكلام دي لو أنا شايف اللعب داخل متعمد متعمد بعدين في ظروف المتشاط القمة زي كده أنت حسبت دربة جزاء ادي كارت أصفر للرجل يعني كارت الأحمر فيه ظلم وفيه دربة جزاء على طاهر طاهر على فكرة اللي بحل المتشاط الأهلي بقى له الطاهر مندفع على طول مندفع الاندفع الاندفع ده فاد الأهلي اندفع طاهر الاندفع القودة سبق المدافع بتاع الترجل وخد دربة جزاء واندفع في أول المباراة خد انذار واندفع في الكورة في الثامنطاشر على فكرة ضربة جزاء ما تعديتش كتير بس هي ضربة جزاء زي ما قلت ضربة جزاء طاهر دي ضربة جزاء بحق زي انت ما استقبلتها مني استقبل برضو مني كلمة طاهر عليه ضربة جزاء في الشط الأولين بس ده رأيه برضو ممكن يكون رأيه غلط الأهلي كسب حاجات كتيرة بقى من المكسب ده لعب لعيبة يشوفها كتير كانت بعيدة حسين الشحات نزل بقى كان كويس جدا وليس سلمان نزل أجاهي نزل لا شاف لعيبة كتيرة وبيجهز نفسه للنهاء ان شاء الله اللي هيكسب بالبطولة زي ما قلنا الترجي محتاج مدرب فرق زي الترجي الوداد الفرق التقيلة دي محتاجة مدرب لان كل الفرق الكبيرة دي بيبقى عندهم نجوم النجوم دي هم عايزين عملية تنظمة النهار دي لما تشوف النادي الأهلي تلاقي مدافع واقف وفي مهاجم الترجي هي بأفساد روح المدافع طالع خطوة عشان يوقع المهاجم الترجي في الأفساد فيه كرة في التوجوي في الشط الأولاني اللي رقص فيها الشنا وتحاسب تعلق أفساد حمد فتحي شافت زي مين رح طلع بقى توجوي في التسلل شريف الهدف اللي جابه شريف شريف أخر نفسه شاف المدافع رح مأخر نفسه وتلعبت من أفشة رح مسجل خبرات وحاجات صغيرة بسيطة خبرات من الشغل والخبرات من الأهل والبطولات اللي لعبها قبل كده هي دي اللي بتكسب الفرقة ما تنساش اعمل لايك الفيديو واشترك في القناة شكرا شكرا